نروح للأخبار المحلية وهنبتدي بكرة الياد وكرة الياد أو منتخب كرة الياد كان بيلعب بطولة قطر الدولية اللي كانت في قطر في الدوحة كنا باللعب منتخب قطر امبالح فوزنا بنتيجة 26-23 طبعا نتيجة كويسة وكان ممكن يكون النتيجة ممكن تكون أفضل من كده بالكتير طبعا أولا أنه هو مستر بروندو فضل أنه يعمل روتشا للعيبة الشوت الأول خلص 13-12 المنتخبين هلعبوا بكرة تاني مع بعض منتخب كطر بيستعد لبطولة أمم أسيا واللي هتكون في الشهر الجاي ومنتخب مصر بيستعد لبطولة أفريقيا أو الدور الزهب اللي هتلعب كمان أسبوعين إنما بطولة أفريقيا بقى هتتلعب اللي تأجلت لأجل غير مسمى تم تحديدها هتتلعب آخر ستة أو أول سبعة في المغرب في مدينة غدير زمهية بمشاركة الجزائر الجديد أن الجزائر هتشارك لأن الجزائر كانت اعتزت عشان كورونا بس الجزائر لما تأجلت لشهر ستة أو السبعة قالت إنها هتشارك فإن شاء الله للأتحاد الأفريقي وده الخطاب للأتحاد الأفريقي بعته لكل الاتحادات الأهلية من 22 ستة حتى 22 سبعة ودي معادها النهائي اللي بعته لبطولة أفريقيا طبعا إحنا مش عارفين ليه وهتعمل قرعة جديدة طبعا ولكن أسباب إلغاء القرعة وتأجيل البطولة غير معلوم ولكن احنا عندنا معاق جديد وقرعة جديدة هنلتزم بيها واتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر الحقيقي لأن البطولة دي مهمة للتأهل لبطولة العلامة القادمة إن شاء الله هنروح لخبر كمان جيد أسعدنا جدا نجمنا محمد رشوان وأسطرتنا في الجودو بطل فضية لوس أنجلوس حتى 1984 كابتن محمد رشوان اللي في النص أعلن مازوء محمد رئيس اتحاد الجودو تعيين الأسطورة المصرية والعالمية محمد رشوان مشرف على المنتخبات الوطنية في مختلف العمر خبر اتأخر كتير الحقيقة مهمة كابتن رشوان هتكون وضع خطة أداد المنتخبات ومتابعة تنفيذها مع المدربين والإشراف على تأهيل اللعيبة ومشاركتهم في البطولات الدولية والقرية وقال كابتن مرزوء إن كابتن محمد رشوان أسطورة مصر اللي هي اسمها حوالين العالم ومثل أعلى لكل اللعيبة ومفروض علينا كلنا نستفيد من خبراته وعلاقاته طبعا الدولية خلينا أحكيكم قصة عن كابتن محمد رشوان جيل الزغار اللي مشافش كابتن محمد رشوان كابتن محمد رشوان سنة 1984 في نهاية بطولة لوس أنجلوش ألمبية كان بلعب نهاية ضد بطل اليابان بطل اليابان بالمناسبة بطل اليابان أصيب أصيب في المباراة وكان رجله اجزعت وكان سهل جدا جدا على كابتن محمد رشوان يفوز على بطل اليابان بطل اليابان كان في الرانك أحسن من كابتن محمد رشوان كابتن محمد رشوان رفض يفوز بهذا الإجلوب وبالمناسبة قبل ما يتصاب البطل اليابان كان متفوق على كابتن محمد رشوان في المباراة فكابتن محمد رشوان كان عنده الوقت الكافي انه يقدر يهزم بطل اليابان وياخد المدينة الزهبية ولكن هو رفض يكسب بهذه الطريقة رفض ان المنافس يكون متعور او مصاب وان يفوز عليه وياخد الدهب كان هيكسب الدهب اه ولكن سيخسر احترام العالم كابتن محمد رشوان بدون ما يفكر فضل انه يخسر الدهب ويفوز بالفضة ولكن يكسب احترام العالم كله حتى الآن العالة كله بيحترم كابتن محمد رشوان وليه مكانة كبيرة في الاتحاد الدولي بعد هذه المباراة وهي دي الرياضة الرياضة في المقام الأول هي الأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق وكابتن محمد رشوان قد انطباع عن مصر كلها جيد فلما يمسك هذا المنصب أنا ليه بقول أنه يتأخر هذا القرار أخيرا يعني وزا ما احنا عارفين تأتي أخيرا أحسن من لا تأتي نهائيا لكابتن محمد رشوان أكيد هيدي خبراته دي للعيب الخبرات الفنية والخبرات الخلقية والفنية والسلوكية وكل شيء ألف مبروك ألف مبروك علينا كابتن محمد رشوان إن شاء الله ننتظر منك المزيد ومزيد من المدليات مع ولادك بإذن الله في باريس 24 ألمبياد القادم وزا ما بنتابع كوادرنا الرياضية بنتابع أيضا كوادر مصر الإدارية حسن خالد نائبا لرئيس الاتحاد العربي للرجبي انتعرفين طبعا الرجبي لعبة وليدة جديدة في المنطقة العربية ولعبة ألمبيا بالمناسبة كابتن حسن خالد نائبا رئيس الاتحاد المصري الرجبي نجح نائب رئيس الاتحاد المصري نجح في الفوز بنفس المنصب في اتخابات الاتحاد العربي والتي اتعاملت منذ أيام الانتخابات كانت اتعاملت عن طريق الفيديو كونفرنس بسبب ظروف حركة ران طبعا وفيروس كورونا طبعا دي سوري كابتن حسن خالد اتحاد الرجبي المصري بيسعى في فترة اللي جاية انه يعمل كوادر جديدة في الاتحادات الأفريقية والدولية كمان مصر كانت استضافت من أيام بطولة شمال أفريقيا للرجبي اللي كانت تلعبت في اسكندرية وشارك فيها خمس دولة سنغال تونس الجزائر ليبيا ومعاهم مصر حقيقة كل التوفير للرجبي لعبة وليدة لعبة لسه بدقة في مصر يمكن انا شايف انه الرجبي من الألعاب اللي ممكن يكون لها وجود كبير في مصر ليه لان طبعتها الجثمانية تناسب مصر احنا الأجسام جيناتنا احنا كمصريين فالرجبي هتلاقينا ممكن نتفاوق بها بس لو لقينا الاعداد الكويس والتخطيط الكويس ان شاء الله كل التوفيق لاتحاد الرجبي المصري والاتحاد العربي ايضا طيب هنروح لرفع الأسكال حصل قصة غريبة كده منذ أيام طبعا رفع الأسكال بني نسمع نسمع نفت على قصة نقول يا رب بستر والله العظيم نسمع نسمع اللعبة دي نقول يا رب بستر ملاشطات اقافات طبعا رفع الأسكال والمأساة اللي حصلت أو الأزمة اللي حصلت خسرتنا مدليات في البطولة اللي فاتت اتحاد رفع الأسكال برئاسة محمد عبد المقصود أصدر بيان منذ أيام يوضح فيه حقيقة ايقاف لعبة جديدة من لعبة منتخب مصر بسبب المنشطات ايه القصة؟ القصة بدأت لما كان فيه ست لعبة منتخبنا توقفوا بعد ما ثبت ايجابية عينتهم في دورة الألعاب الأفريقية اللي فاتت واللي كانت في المغرب الصيف 2019 تمام؟ فيه ستة تحلل لهم منذوب المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الودا عرض تحليل تحليل مكملات الغذائية دي في معمل مستقل اخذ المكملات الغذائية دي ورح ودها معمل مستقل والفعل تم تحليلها في معمل لوزان بسويسرة واكدت ان فيها ان ما فيهاش مقود منشطة الله مرجعت منين طيب ولكن المنظمة الدولية قالت ان ممكن تكون نبازت هم اخذوا المكملات اللي بياخدها منتخب مصر وحللوها والعينة بتاعت اللعبة وحللوها اللعبة طلقت فيها مناشطات وعينة المكملات ما طلقش فيها مناشطات فالمنظمة الدولية لقيت لك تفسير ده ان العينة فسدت العينة بتاعت المناشطات دي فسدت ما مستليمة يعني احنا بنثق اكتر في عينة اللعبات طيب ايه اللي حصل؟ على طول تم تحقيق في الموضوع وتم ايقاف اللعبة بتاعتنا في شهر عشرين عشرين ولمدد سنتين من شهر من الاول شهر في عشرين عشرين يعني محتاجين نرفع استقناف او نرفع محكمة دولية الكاس لا مش محتاجين ومصر مش هتطعن خلص لان خلاص اللي قف هيخلص يوم واحد وعشرين يناير ولكن ولكن ثلاثة اسابيع ولكن انا عندي نصيحة عايز اقولها يعني لأسرة رفع الاسقار طالما عندنا ازمة في موضوع المناشطات ولينا سابقة فاكيد الاتحاد الدولي هيركز معنا على الاقل سنتين تتجين يعني هيعمل لك تحليل مفاجئ في اي وقت حتى لو ما عندكش اشتراك دولي فلو سمحتوا يا جماعة لو سمحتوا نعمل احنا تحليل دورية اللي عبتنا لو سمحتوا عشان خطرنا يعني بعد اذن المسؤولين التحليل مش هتكلفنا كتير التحليل بيتاخد وبيتباقي تشيبنج لأحد المعامل وفي معامل في تونس وفي معامل في اسبانيا وفي معامل في لوزان اختر المعامل اللي تأجبك بس لازم يتعمل تحليل دوري اللي لم يكن شهري اه هيكلفنا فلوس ولكن بسيطة ولكن هيجنبنا اي عقوبات يعني لو لعب نطمئنا على لعبتنا لعيب يعني قال لك اخد مكملات ما اخدش مكملات دي اول نصيح طب النصيحة التانية من فضل حضرتكم تابعوا المكملات الغزائية اللي بياخدوها اللعيبة ما فيش لعيب يحط بقق كوبايت شاي الا ما يكونوا عارفين مصدرها ايه عشان هيحصل تركيز معانا في رفع الاسقال ومش عايزين نقصل مدليات تانية نفقدها في باريس يا جماعة لو سمحتوا والله الموضوع بسيط هيكلفنا حاجات بسيطة وانا متأكد ان الدكتور اشرف صبحي الرجل الاكاديمي المحترم وزير الشباب والرياضة لو وصلته لسلاتنا دي هيعمل كده ان احنا نمشي في الترايين نتأكد مع اولادنا ودايما نطمئنا على انت تمام يا ابني اه تمام اتفضل خش الحاجة التانية المكامات الده زياب تاخد ايه يا ابني تعالى وريني كبات الشاي دي اه طب تسمحلي كده بص انتحادت سكر من اين لان هيحصل تركيز معنا ومش عايزين نخش ان ده بقى نهج وبعد كده نيجي نبص اللي اه تكررت العقوبة يقولك طب ايه روح على اللجنة اللومبية المصرية يا جماعة هيقولك ده نهج ودايشتوب وياما شفنا اتحادات كسبب في ايقاف اللجنة اللومبية وعندنا في اللي حصل في روسيا يعني يعني وعزة وعبرة فاحنا الحقيقة محتاجين نكون حرصين لان ده اسم مصر اسم كبير ولعبة بتحقق مدليات فلازم تتحط جوه رموش العين والله الموضوع ده ما هيكلف الاتحاد كتير ولكن هيكلفنا احنا كتير لو ما عملناش كده في باريس 24 القادمة